ومن بعد هذا التقرير تحدث عن تخريج طلبة في مجال صحي هنا أيضا مجال صحي آخر ولكن إنجاز على مستوى السلطة نتحدث عن فريق طبي متخصص بالمستشفى السلطاني نجح في إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها لإنقاس وزن طفل عمره ثمانة سنوات يعاني من متلازمة برادر ويلي تفاصيل مختلفة عن هذه المتلازمة عن هذا النجاح وإلى آخر برفقة ضيفنا الكريم نرحب باسمكم مشاهدينا بالدكتور محمد بن سعيد العبري استشاري جراحة السمنة والجهاز الهضمي العلوي بالمستشفى السلطاني مساكم الله بالخير دكتور محمد نبارك لكم هذا الإنجاز مساء النور شكرا شكرا على الاستضافة ذكرت في حديثي بأن الطفل يبلغ من العمر ثمان سنوات ويعاني من سمنة مفرطة نتيجة متلازمة برادر ويلي نتحدث عن هذه الحالة الصحية للطفل نقرر للمشاهد الكريم تفاصيل برادر ويلي سندروم أو متلازمة برادر ويلي هي متلازمة تصيب بعض الأطفال وهي حالة نادرة على مستوى العالم الطفل اللي يعاني من هذه عنده مشكلة جينية بحيث أنه ما عنده شعور بالشبع شراها مفرطة للاكل بحيث أنه يأكل وتكون تأثيره وهو في عمر صغير كتأثير أنه ما شيء كنترول أو ما شيء الشهية تكون مفتوحة يأكل باستمرار يأكل 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 لحد ما يزيد الوزن ويزيد الوزن لدرجة أنه ممكن تأثر تأثير سلب عليه تظهر مشاكل نتيجة زيارة الوزن سواء على المشاكل الأيض مشاكل جسدية وفي النهاية مشاكل نفسية كم تقريبا وصل وزن الطفل قبيل العملية تقريبا؟ وزن الطفل كان قريب من المئة طبعا إحنا لما نحسب أو لوزن ما نشوف الوزن نشوف الوزن مع الطول في الأطفال شوية مختلفة عن الكبار عن الكبار نشوف كتل الجسم هي الوزن على مربع الطول في الأطفال إذا نحسبه على المنحانة البيانة فالطبيعي يكون تحت 85 من 85 إلى 95 يكون زيارة وزن فوق 95 تبدأ السمنة عند الطفل هذا كان فوق 120 أي إذا حولناه للكتلة فكتلة فوق 40 كم استغرقت تقريبا العملية بشكل عام؟ نتحدث عن الفريق الطبي نتحدث عن هذه التفاصيل دكتور طبعا هي العملية هي جزء بسيط من رحلة المريض في المستشفى المريض هذا كان يتنوم بشكل مستمر في السنتين الماضيات وغلب تنويمه كان في العناء المركزة نتيجة لمشكلة كان تصيبه بسبب السمنة المفرطة هي انقطاع النفس الثاني النوم فكان يتراكم عنده ثاني وكسيد الكربون فكان يتنوم بشكل مستمر في العناء المركزة وعلى تنفس صناعي وعلى جهاز اسمه البايباب فكان يتابعوه أطباء الأطفال أطباء الغدد الصماء الأطفال أطباء الصدر حاول معه بالعلاجات المختلفة الأخرى مثل التحكم في التغذية الحلول الدوائية بعد هذا تم تواصل معنا لبحت الحل الجراحي مناقشة حالته تم تحت فريق كامل متعدد تخصصات يشمل الجراحيين أطباء الغدد الصماء أطباء الأطفال أطباء الصدر التخدير أطباء العناء المركزة لاتخاذ القرار وسلسلة اجتماعات انتهينا أنه أفضل حل للطب هو الحل الجراحيين نعم العملية نفسها ما أخذت أكثر من 35 إلى 40 دقيقة تقريبا بس وجوده في العمليات تقريبا خذ ساعتين إلى ثلاث ساعات لأنه لا أحد ما يتخدر ولا أحد ما يطلع من التخدير صحيح لأنه المشكلة الرئيسية عنده كان هي مشكلة الصدر ومشكلة النفس بعد العملية قضى حوالي 24 ساعة في العناء المركزة ومنه توقعنا كان أنه ممكن يبقى هناك الفترة أطول وكان خوفنا أكثر من المشاكل التنفس بعد العملية الحمد لله قضى 24 ساعة بعد هذا الجناح وبقى في المستشفى حوالي 4 أيام طبعا تهيئة المريض كان أو تهيئة أهل المريض كان أكبر أو أكثر خطوة أو أكبر تحدي لأنه تجهيزهم العملية وتقبلهم نفسهم للأهل العملية ومتابعة المريض بعد العملية وتهيئة الأسرة نفسيا وتهيئة المريض نفسيا وصحيا للعملية نفسها صحيح يعني نحن ذكرنا في حديثنا بأن هذه العملية لأول مرة في السلطنة تحدث نتحدث عن فئة الأطفال أو لم يعني ما سبقوا عملتوها لفئة الكبار طبعا عمليات انزال الوزن للبالغين أو الكبار عملية منتشرة سواء في السلطنة أو خارج السلطنة ممكن أقول تقريبا في الأسبوع ما بين الخطاع العام والخاص ما أقل من 15 إلى 20 عملية في السلطنة العمليات مختلفة تجرى الكبار هذه أول عملية في فئة الأطفال في السلطنة بدأت العملية للأطفال أو نزال الوزن للأطفال في العالم بشكل عام آخر 10 أو 12 سنة بعض الدول لا زالت في بدايتها وممكن هذه أول عملية معنا وفي حالات كثيرة تستدعي التدخل الجراحي وبدأنا نناقشها بعد ما أجرينا العملية للأطفال هل ممكن أن نقرأ بأن نجاح هذه العملية يعزاها إلى نجاح استجابة الجسم للجراحة بشكل خاص دكتور؟ طبعا هي فكرة العملية أو فكرة النجاح العملية يعتمد على الأسباب أو النتائج التي ننتظرها منها فالعملية التي جريت للطفل كانت عملية تكميم الفكرة من التكميم هو تقليل حجم المعدة من شكلها جايكا أنها بطيخة لحاجة مثل الموزة ممكن يصير القص تقريبا 75% لـ 80% من حجم المعدة فكرة منها تقليل كمية الأكل زايد فيها أشياء تفرز من الجزء المستصل مثل هرمون الجوع ففي المريض لا يحس بالشبع لا يحس بالجوع ويحس شبعان بشكل مستمر فهذا يساعد على تقليل الشهية عنده ويساعد على تقليل كمية الأكل لياكلها طبعا نجاحها إذا تسألي عن نجاحها نجاحها سنعرفها بعد فترة لأن الفكرة أصلا من العملية هي إنزال الوزن اللي راح نعرفها بعد أشهر زايد أن المشكلة الأساسية اللي أدت إلى تفكير طبع الأطفال أنه ممكن يحاولوا للجراحين لجراء العملية وهو مشكلة التنفس مشكلة التراكم مثلا كسير الكربون وهذه راح نعرفها بعد أشهر بسيطا إن شاء الله لكن دكتور لو تقرأ وحتى يعني في محيطنا اليوم الكثير من جرب عمليات إنقاص الوزن بعد فترة يعني ربما تكون طويلة نوعا ما يرجع الوزن مثل ما كان فهل حتى بالنسبة لهذا الطفل هل راح يأثر بعدها راح يرجع وحتى حيأثر على نموه الطبيعي؟ بالنسبة لرجوع الوزن بعد العمليات فيه كأسباب لها يعتمد أول شي على نوع العملية على المريض نفسه وفيه أسباب تعزل العمليات للعملية أو للجراح فكل عملية لها نسبة رجوع للوزن مختلفة كتكميم ممكن أقول لك 20-2 من كل عشرة ممكن يرجع جزء أو كل الوزن في التحويل مسار 8% ففيه أسباب بعد من الجراحين بس فيه أسباب ثانية تعزل المريض بالتزام والتزام ما بعد العملية جزء مهم من العملية فالمريض إذا كان ما مستعد نفسيا أنه يدخل للعملية والمتابعة بعد العملية والالتزام بعد الإجراء الجراحي لأفضل أنه ما يسويها لأنه الالتزام مهم بعد العملية والعملية هي ما هي إلا جزء من رحلة المريض في انتقاص الوزن بالنسبة للطفل هذا طبعا الطفل عنده متلازمة متلازمة برادر ويلي والسيطرة عليها تتم من السنتر أو من المخ مسألة رجوع الوزن عنده مقارنة بالأطفال الثانين اللي يجروا هذا النوع من العمليات ممكن نسبة شوية زيادة مقارنة بالأطفال العاديين اللي يتم عندهم عمليات نزال الوزن بدون المتلازمة هذه لكن كنتيجة على المدى البعيدة ودراسات اللي أجريت على هذا النوع من المتلازمات اللي أجريت لهم العمليات نزال الوزن بعد متابعتهم لعشر سنوات في نزول للوزن ومستمر لأكتام العشر سنوات هل يتأثر العمليات على نموهم على صحتهم على طولهم حسب الدراسات على العمليات نزال الوزن لأطفال فهي لا تؤثر بالعكس تساعد بشكل كبير أول شيء أنه بعد نزول الوزن يبقى الجسم الصحي الجسم أو العظام العظام مالا اللي ممكن تشيل كتلة 45 تكون تشيل كتلة 25 حتى النموه جيد بالنسبة للتغذية نقص الفيتامينات نقص المعادن حسب الدراسات وحسب ما أصدر في المجالات العلمية فلا تأثير على نموهم لا تأثير على التغذية عندهم نعم ذكرت في حديثك دكتور بأنه الالتزام جزء من نجاح هذه الرحلة عندما نتحدث عن طفل أنا أعتقد أنه الالتزام شوي رح يكون صعب إلى أي مدى حرستم على أيضا الأسرة لأنها تلزم طفلها في اتباع التعليمات ما بعد هذه العملية بشكل عام طبعا وهذا جزء مختلف بمقارنة بالبالغين اللي هم مقابلة المريض قد وما نحتاج نقابل حدث ثاني بينما للأطفال نحتاجنا نجلس مع الأم نحتاجنا نجلس مع الأب تأكد من الوضع العائلة وأن نتأكد أن المريض سيكون معه الأشهر لبعد العملية للالتزام اللي هو بنظام الغداء ونظام الحركة طبعا بعد العملية يكون على نظام غدائي لفترات الأسابيع ما بعد العملية يبدأ بسواء الصافية غليظة المهروز توصل لك الطبيعي وهذا يحتاج متابعة من العائلة نفسها فبعد سلسلة من الاجتماعات وتأكد من أن العائلة جاهزة لمتابعة ولدهم متابعة المريض ما بعد العملية اتفقنا على العملية وقمنا به دميل أنا أخم هذا الحديث بتساؤل مهم حول هذه المتلازمة بشكل عام متى يتم تشخيصها بالنسبة للطفل؟ كيف يلاحظ الأب والأم بأنه طفل لا يعاني من متلازمة؟ طبعا المتلازمات المتلازمة كتعريف يكون هي مجموعة من العراض في الطفل تظهر وتقود إلى تعريف لها مثلها مثل مثلا متلازمة أو الصفات المنغولية فهي أكثر من صفة في المريض كتراكمها وتجمعها فيه يتم تشخيصه بهذا فبرادر ويلي سندروم طبعا هي متلازمة فيها أكثر من سبب من شكل الطفل إلى المشاكل الصحية الملازمة لهم واحدة منهم كانت مشاكل التنفس والوزن وشراحة الأكل نعم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي للجميع شكرا لك دكتور نبارك لكم هذا النجاح بإذن الله نجاحات متواصلة في مثل هذه العمليات الجراحية دكتور محمد بن سعيد العبري استشاري جراحة السمنة والجهاز الهضمي العلمي بالمستشفى السلطاني شكرا لكم مشكوري على استضافة وتشريك الله يخير إذن نختم هذا الحديث أو هذه الحلقة مشاهدينا بإنجاز عماني في كل ليلة نحتفي بهذه المنجزات من خلال محطاتنا الحواري نلقاكم بإذن الله غدا في حلقة جديدة حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله إلى اللقاء